خلال هذا الاجتماع تم تجديد الانخراط التام لجميع الجهات من أجل إنجاح هذا الورش الملكي الذي يخصه جلالة الملك بالعناية الخاصة ثلاثة عروض تم الاستماع إليها همت أساسا تقدم تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ثم وضعية الماء وأخيرا قطاع التعليم اجتماع اليوم كانت مناسبة للاستماع لهذه العروض ولكن أيضا لكي نتمكن كجهات من ضبط الأولويات وأن يكون هناك انسيجام ما بين الجهات والدولة في التنسيق فيما يخص الأولويات فيما يخص البرامج وطرح نوع من الالتقائية ما بين السياسات العمومية وتنزيل ترابي لهذه السياسات الاجتماع شكل مناسبة لتقييم برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تساهم فيه جهات المملكة بحوالي 40% من ميزانياتها السنوية هذا البرنامج الذي يدشن سنته الخامسة تم الوقوف على أهم الأهداف والغايات التي سطرت له بقيت سنة من هذا البرنامج سنة 2023 فكيف سيكون هناك واحد تسريع في الإنجاز 2022 وكذلك الاستهداف التركيز على الجماعات اللي باقية خاصها الدعم وكي تخرج من ذلك الهشاشة وكانت فرصة لتقديم استراتيجية الماء وتقديم كذلك ما هي النقطة التي يمكن أن يكون هناك فيها الجاتل عبدور أساسي خصوصا أن هناك العديد من الاختصاصات الذاتية مرتبطة بالماء من بينها الاقتصاد في الماء من بينها تزويد الماء السعر الشرب بالنسبة للمواطنات والمواطنين وما هو مرتبط كذلك بالتنمية الجبلية والتنمية القروية الاجتماع شكل أيضا فرصة للوقوف على بعض التحديات التي رصدها رؤساء الجهات ومنها أساسا تبسيط المساطر الإدارية وإنعاش الجاذبية الاقتصادية للجهات ودعم الالتقائية ما بين السياسة العمومية والتنزيل الترابي لها في الجهات مساء أمس أعطيت الانطلاقة الرسمية لبرنامج فرصة الذي أطلقته الحكومة تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية بهدف تشجيع ريادة الأعمال من خلال مواكبة حامل المشاريع منذ مرحلة التصميم إلى التنفيذ الفعلي لمشاريعهم برنامج فرصة يتمحور حول أربعة محاور أساسية دراسة الملفات التكوين المواكبة والحضانة والتمويل هذا البرنامج التموح الذي أعلنت عنه الحكومة يوم 11 مارس الماضي خصص له غلاف مالي يقدر بمليار ومائتي وخمسين مليون درهم بهدف مواكبة عشرة آلاف من حامل المشاريع بحلول نهاية 2022 وللمزيد من المعطيات والتوضيحات حول برنامج فرصة تحضر معنا ضيفة في بلاتو الأخبار الرئيسية سلم الحريشي مديرة برنامج فرصة مرحبا بك سيد الحريشي شكرا نادية إذن بداية لو تقربين من أهداف برنامج فرصة الذي أطلقته الحكومة تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية وما هي الآليات والوسائل التي تم توفيرها لإنجاح هذا البرنامج أستاذ نادية هذا البرنامج جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك نصره الله في إطار برنامج حكومي الذي يهدف على تشجيع وتعزيز روح المقاولة عند الشباب والمغاربة سواء كانوا في المغرب أو خارج المغرب وحتى الناس اللي قاتلين في المغرب ومشي مغربة مفتوحة لهم هاد الفرصة نعم الآليات بغيتيك نعم الآليات فضل الآليات هلالله هو كاينين واحد الموارد البشرية اللي تخصص باش أنهم تخدم على برنامج فرصة أنا تعينت كمديرة البرنامج ومعايا طاقم فريق في فريبات وعندنا حتى الناس اللي غادي يكونوا في جميع نواحي المغرب وكذلك كاينين واحد الوسائل المعلوماتية اللي جاز باش تقرب الإدارة للمواطن باش تقرب هات الترشيحات لأي واحد في المكان غادي يقدر أنه عبر النت عبر فورصة.ما يقدر أنه يتسجل وكذلك كاين واحد لسانتر ديال المكالمة 554 اللي غادي يكون رهن إشارة الناس اللي غاوي في الشهر يعني هذا سيدة الحريشي كيدخل في إطار توضيحات لتسادة المشاهدين أكتر لشروط وطريقة تقديم المشاريع ووضع الملفات والفئات اللي بإمكانهم يقدموا المشاريع ديالهم للاستفادة من برنامج فورصة يعني تفضلي بشرح هذا المغطية هذا البرنامج غادي يقدر أن الناس يمشيوا يستسجلوا فقط عن طريق كما قلت فورصة.ما اللي غادي عمروا واحد الاستمارة اللي فيها الاسم ديالهم المعلومات الشخصية عليهم وكذلك المعلومات على الفكرة المشروع ولا على المشروع إلا كان ديجا كاين هذه معلومات اللي كتمكن الطاقم ديال فورصة أنه يدرس المشروع ويعرف مدى تجاوب دياله مع المجتمع ومع الجهة باش يقدر يطور وكذلك نشوفوا الإرادة والعزيمة ديال الحامل والحاملة المشروع باش أننا نقدروا من بعد ندوز معهم لمرحلات المواكبة نعم سنواصل الحوار معك سيد الحريشي ونتوقف عند برنامج فورصة الذي يساهم بشكل أساسي إلى دعم مبادرات الشباب وتعزيز روح المقاولة لديهم البرنامج يمول عشرة آلاف من حامل المشاريع في مختلف القطاعات بكل جهات المملكة مبادرة استحسنها الشباب كونها تشمل التمويل والمواكبة ليلة عسلي وعبد الرحمن زيان مواكبة وتمويل حاملية الأفكار أو المشاريع المقاولاتية في جميع القطاعات الاقتصادية هو هدف البرنامج الطموح والمبتكر فرصة فالعقبة الأكبر عادة أمام الشباب والمقاولات الصغيرة جدا تتمثل في التمويل خاصة مع آثار الجائحة على اقتصاد الوطني برنامج من شأنه إعطاء دينامية جديدة بضمان إدماج أكبر للشباب ضمن سوق الشغل هذا البروغرام دي الفرصة غادي ينفعنا كستارتاوب غاينفع الشركاء دينا اللي كيديروا واحد الخدمة دي لغسل السيارات كيتنقلوا لعندك غاينفعهم في الانفستيسمون ديالهم غاينفع كينفع لقاع المقاولين الداتيين لناشئين لكيخصهم واحد المبلغ باش يبدأوا أي مقاول في البداية كيخصوا أنه يقادوا واحد البزنس موديل واحد البزنس بلان واحد ايتي الدوم ما اخشي كيفاش يلقى واحد الكليان كليان اللي كيسمى أول ريفيران وسلي باش أنه يقدر يكمل ويحتاج بطبيعة الحال المال يعني المال أي حاجة يعني أي حاجة حطيتها في الأوراق نوك خاصك لواحد البيتي باش أنك باش تبدا نوك هذا البرنامجي الفرصة هو الحل للشباب أنا كنشوف كبرنامج فرصة غادي ساعدني أنا كمقاول وغاية ساعد جميع المقاولة عندهم شركة صغرى أو حاملين أفكار باش أنهم يطوروا من المشروع ديالهم من خلال الدعم ومن خلال الفوق ماس اللي غدا تشعونهم أنهم يطوروا المهارات ديالهم الشخصية ويطوروا مهارات الناس اللي يخدامين معهم باش يقدروا يطوروا ويقدروا يزيدوا بالمشروع ديالهم القدام برنامج يعزز الموارد البشرية خصوصا الشباب وذلك من خلال توفير التمويل إلى جانب المواكبة آلية تشمل تكوينا في التعالم الإلكتروني وتستفد منها المشاريع المنتقات إلى جانب الالتحاق بحاضنات لمنح الحياة للمشاريع الواعدة أي واحد عنده فكرة يقدر يجي انتلاقا من هذا البرنامج ويقدر يعاونه باش يقدر يأسس الشركة دياله يعني حتى بالنسبة للمقاولين الذاتيين ولا أي واحد عنده غير فكرة يقدر يجي ماشي بالضبط تكون فكرة مبتكرة ولم تطورة بحالي كنا شناك برامج خورة اللي هم تهم مشاريع جيد جميلة وبالنسبة لي برنامج فرصة يجي يكمل ويدعم هذوك البرامج لكينين اللي كانوا ديجة قبلوا لتهمت بارك الله برهنوا على الفعالية ديالهم برنامج طموح تم اطلاقه أمس لينضاف إلى مشاريع الدعم الأخرى المخصصة لتمويل الأفكار والمشاريع المقاولاتية إذن سيدة الحريشي كيفاش كتصهروا على مختلف المراحل الأساسية لتنفيذ المشاريع اللي كيتم لانتقاء ديالها من دراسة ملفات تكوين مواكبة الحضنة إلى التمويل إذن كما قلتي كاين دراسة الملفات اللي كتكون عندنا واحد طاقم مختص فيه خبراء اللي ديجة كانوا كيشوفوا وكيواكبوا المقاولين باش أنهم يقيموا الترشيح من بعد إلى تم الانتقاء ديال هذو الملفات كيكون واحد الاستجواب وكيكون واحد لجغي واحد اللجنة اللي غادي تتحدد واش هذا الشخص ولا هذا الحامل ولا حاملة المشروع يقدر يكمل معنا من فوق يدخلوا معنا في البرنامج كينا كيمة تذكرات يعني هي واحد تعلم عن بعد لأن أي واحد يقدر يتعلم على الغتم دياله في البيت دياله ولا في ما بغى غير بالطليفون ولا بالحاسوب ومن بعد كيجي المواكبة اللي غا تكون فيها ديكوتش وغادي يكون واحد الخبراء متعددي الاختصاصات اللي غادي يجيوا ويعطيوا الخبرة ديالهم والتجربة ديالهم باش يعاونوا حامل المشروع أنه يوصل حتى التمويل اللي جفرانس بغيتي ت... نعم ومبعد التمويل نعم إذن مواكبة حامل المشاريع من مرحلة التصميم إلى التنفيذ الفعلي لمشاريعهم مسألة أساسية في تشجيع ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي خاصة في صفوف الشباب إلى أي حد برنامج فرصة قادر ينتجلين الجيل جديد من المقاولات والمقاولين الشباب القادرين هنا على إنجاح مشاريعهم والمساهمة في خلق القيمة المضافة الحمد لله في المغرب كان أرض خصبة للمقاولين وإلى سؤولنا الناس كان دازات يدل الدات كان كثر من 50% ديالناس اللي بغيين يديروا المقاولة وبغيوا غير يزعموا وبرنامج فرصة هو هنا باش يساعدهم باش يواكبهم أنهم يوصلوا لهذا الطموح هذا ويخلقوا فرص شغل رأسهم والناس خيرين وإن شاء الله الناس اللي غادي يلتحقوا بنا غادي يستفدوا من هذا المواكب اللي ذكرت وكذلك الناس اللي ما غاديش ينجحوا غادي يستفدوا من هاتجريبة كتجريبة أولى باش إنهم يزيدوا يعودوا إن شاء الله في الفرص القادمة نعم سيدة سلمة الحريشي شكرا لك على كل هذه المعطيات أذكر أنك مديرة برنامج فرصة شكرا تتوصل العملية الوطنية